ورشة عمل لاستيفاء متطلبات التقدم للأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون مركزاً معتمداً لمنظمة اليونسكو عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ندوة ورشة عمل إقليميتين تحت رعاية وزارة التربية والتعليم على مدار الأيام الماضية وذلك في إطار سعي الأكاديمية لاستيفاء متطلبات ملف التقدم لتكون مركزاً معتمداً من الفئة الثانية لمنظمة اليونسكو في مجال التنمية المهنية للمعلمين وقالت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين إن من متطلبات التقدم ضرورة عقد مجموعة من ورش العمل الإقليمية عن بعض والتي تتم من خلال جلسات حوارية مع ممثل الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الدولية المتعاونة مع وزارة التربية والتعليم